السؤال اللي بعد كده بيقول ربنا يبارك فيك شيخنا شكرا على الجهد والفكر أنوار العلم ربنا يحفظك جزاك الله خير كنت عايزة جزاك الله خير كنت عايزة أسأل هل أنا لو بقول في القيام من الركوع مثلا صيغة حمد أخرى سهوا أو تعودت عليها دي تبقى بدعة لأنه كان حد قال لي لما زودت كلمة أو كلمتين إن دي بدعة إحنا لازم نجدد نجدد فهم الناس لمفهوم البدعة قال لي إزاي يعني هل أسألك سؤال وإذا كان هو بيقول إن بدعة يعني ما وردش الشرع بيها ولا بدعة يعني ما عملهاش حضرة النبي ما هو ليس كل من ما لم يفعله حضرة النبي يبقى باطر ولا يبقى حرام لأن البدعة يعني اللي ما عملهاش حضرة النبي خمس أنواع الحاجات اللي معملاش حاضرة النبي خمس أنواع أول حاجة إن فيه بدعة واجبة بدعة واجبة واجبة يعني واجب علينا قال له ها زي جمع المصحف كده ما هو جمع المصحف رسول الله سلم ما جمعش المصحف رسول الله الصحابة جمعوا كتبوا رسول الله سلم المصحف لكن هو لم يجمعوا بدأ الجمع من سيدنا أوبكر وبعدين سيدنا عثمان وبعدين أكملوا سيدنا أمر بن عبد العزيز يبقى إيه اللي حاصل يبقى جمع القرآن وجعل القرآن في مصاحف هذا لم يفعلوا رسول الله سلم ودي بدعة واجبة الفقه كعلم العقيدة كعلم التسكية كعلم كل ده ما كانش موجود في عصر النبي لكن بدعة حسنة بدعة واجبة وفي بدعة مندوبة رسول الله سلم احنا خلاص قديمين على شهر على شهر رمضان رسول الله سلم صلى في اليوم الأول بالصحابة خرج فصلى الصحابة معاه ثم خرج فصلى الصحابة معاه في اليوم التالت ما خرجش ولما سألوه ما خرجتش ليه رسول الله قال خشيته أن يفرض عليكم فجي سيدنا أمر فعمل ايه؟ فخلاهم يصلوا الشهر كله وجمعهم على سيدنا أبي بن كعبة على عشرين ركعة كل دوت ما فعلوش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جمعهم على قرق واحد ويكملوا رمضان كله ويصالوا عشرين ركعة ما عملوش حضرة النبي كل ده ودي بدعة مستحبة ولزيك لما سألوه سيدنا أمر قال نعمة البدعة هي فيبقى في بدعة واجبة وفي بدعة مستحبة يعني الحاجات اللي ما عملاش حضرة النبي لو احنا عملناها ممكن تكون واجبة وممكن تكون مستحبة وممكن تكون كمان إيه مباح زي اللبس بتاعنا ده وزي الأكل بتاعنا ده كله دوت ممكن يكون فيه فيه مباح لأصل فيه النواة العصل فيه النواة يكون مباح طب بعد كده إيه اللي حصل وممكن تكون بدعة مكروها لو بتؤدي إلى حرام وممكن تكون بدعة حرام زي الويسكي والشامباني ما هو بدع برضو بدع بس بدع حرام لأنه هو مسكر طيب بل بدعة فيها الخمسة دول الصحابي لما جه وأدرك الركوع فلما أمن ركوع قال الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا على فكرة ده ما كانت شعله حضرة النبي فالصحابي قاله لدركة أن حضرة النبي قال من قال ما قال فالرجل خاف أن يكون أفسد الصلاة وأفسد صلاة الصحابة فسكت فقال من قال ما قال وقد قال حسن قال أنا يا رسول الله مطم قال لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يرفعوها إلى السماء فمسألة أنت الصلاة كلها ذكر إذا أنت زدت بقصد الذكر صلاتك صحيحة إذا أنت زدت بقصد الذكر فصلاتك صحيحة لأن الصلاة كلها ذكر إذن فصلاتك صحيحة لو قصدت بهذا أن تذكر الله سبحانه وتعالى لأن الصلاة كل ما فيها هو ذكر لله سبحانه وتعالى هو ذكر لله يبقى هنا يبقى صلاتك صحيحة إن شاء الله رب يسهل سبحانه وتعالى يكرمك ويفتح عليك